الرأي البيضاء في هذه اللحظات استعدادا للانطلاق على بركة الله تعالى بعد أن اكتمل العقد في فتحة البوابات وانطلقت الأفراس المنتج محليا عمر أربع سنوات فأكثر مفتوح لجميع الدرجات في شوطن الثاني من علامة الألفين متر وكما تشاهدون الآن ناسك من الداخل وكذلك أشاهد فهيمة وأشاهد أيضا على ما يبدو عنود خزام أيضا تحاول في المركز الثالث وفي المركز الأول الآن المحاذى بين الناسكة وكذلك بين فيها الأمل الآن والمركز الرابع لفهيمة مع محاولات أيضا للتنافس والانطلاق في هذا الشوط لزيادة الانتصارات تفاق في المركز السادس في هذه اللحظة مع محاولات تشاهدها لفيها الأمل وكذلك ناسكة للحفاظ على المركز الأول وكذلك سحابة صيف تحاول من الخارج الآن في تقدم مستمر للمركز الأول في هذه اللحظة رواب الجنوب أيضا من الخارج تحاول وكذلك المحاولات لياتين الآن في المركز الرابع في هذه اللحظة مع محاولات مستمرة لناسكة للانقضاظ على الصدارة والحفاظ على الصدارة في هذه اللحظات عنود إخزام من الداخل الآن تحاول التقدم فيما المحاولات الآن أشاهدها لأول واهل الآن للتقدم من الوسط في هذه اللحظات رواب الجنوب من الخارج الآن تحاول وردة نوف تأتي من الخارج الآن في المركز الخامس على ما يبدو في هذه اللحظات مع محاولات لهاتي لأن المحاولات لناسكة للحفاظ على المركز الأول وكذلك عنود إخزام الآن في محاولة والمنعطف الأخير وبداية الخط المستقيم وناسكة في المركز الأول بكل قوة المحاولات الآن فيما في محاولة أيضا للانقضاظ على الصدارة في هذه اللحظات والمركز الثالث الآن المحاولة في هذه اللحظة المركز الثاني إنما ناسكة في المركز الأول فيه ما تحاول في المركز الثاني في هذه اللحظة مع محاولات لناسكة للحفاظ على المركز الأول ناسكة للإستبل الأبيض لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز تسيطر أيضا الجهاد البيضاء للإستبل الأبيض لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز على الشوطين الأول والثاني ما شاء الله تبارك الله